بسم الله الرحمن الرحيم وعزائي الطالبين نبتدي اليوم من محاضرة اللي تخص حل برمجة وبرنامج للبرابوليك وان دايمينشين امفلسيت اما من الان البرنامج اللي يخص هذا الموضوع اللي هو مثل ما قلنا بارابوليك وان دايمينشين امفلسيت طبعا الصورة ما واضحة لان اخذناها من احمد يعني صورة عن صورة وصارت بهذا الشكل بس اعتقد كلكم اعتكم هذا البرنامج ومطبوع يعني بصورة واضحة بهذا البرنامج رح يخص رح يحللنا المعادلة اللي هي بارشل يو الى بارشل تي يشاوي ميو مولتبلاي باي بارشل يو بارشل سيو 어�و بارشل سيو الى بارشل y سيكوية implicit طبعا هذا الموضوع هو التمرين هو نفس التمرين اللي حلنا explicit هنالا رح نحله implicit نبدي implicit non اللي شرحناه اكثر من مرة انه لازم تعرف كل variable بصورة واضحة فهنالا معرفين نفس ال variable اللي اخذناه بالexplicit ال M21 نقطة باتجاه ال Y ال ITB يقبع كل 20 خطوة طبعا هنالا رح نبدي نفصل موضوع ال implicit اللي اخذناه بالمحاضلة السابقة اخذنا قلنا نتيجة ال implicit رح يكون عندي كل النقاط هي عبارة عن unknown اشقد عددها مثلا ممكن خمسة ممكن مية ممكن اكثر معنا تخيلها الى كان العدد مية فاش رح يطلع عندك الماتريكس رح يطلع حتى لك الماتريكس مية في مية ليس يعني هذه المعادلة يساوي عدد الانون فيطلع مربع مية في مية فوجده انه هذا من الصعب حله فجماعة ال CFD اخلقه في التركيب خاص هذا التركيب يخص فقط جماعة ال CFD نحول الى tridiagonal شوان نحول الى tridiagonal مكان ما تكون عندي مصفوفة ممكن تكون مية في مية ححولها الى فقط اربع مصفوفات وان دايميشن اللي هي شنية مثلا اربعة في مية اربعة عدد الوحدات اللي بيها مية فاربعة في مية وين وين مية في مية فهاي الطريقة رح اشوف شنو فائدتها اليو هو الـ variable كنه الام العدد واي بي سي دي هذول الاربعة منه الاربعة اللي اتبقنا حاليهم بالمحاضرة السابقة اليوم الكوفوسين ما ليو اي براس وان ويو اي و اي ماينوس وان والجهة اليمين فسميناهم سميناهم اي بي سي دي اليو شنو اليو الـ variable اليو يومنو هو الـ variable بالوقت الجديد فعندي يو 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 اليو القديم واليو يو الجديد الريال عندي ارو تايم الانتجار اي و اي تي نفس البرامتة اللي اخذنا بالمحاضرة السابقة الانيشال الوالسطيق انه 40 الوالفليكس تحرك 40 الوقت هو 2 second الـ h هو 4 سنتيم اذا تذكرون قسمناه كل مليم نوت فالـ 40 يصير 41 نقطة في الـ time رح نحن ناخذ 0.01 ونشوف يختلف عن موضوع الـ X-Split هذ الـ time اعلى من الـ time اللي اخذنا بالـ X-Split الـ D-Y نفسه واحد من اللين اتفقنا الـ data ستكون cfd2.dat هالا اسم data لحسجل الـ data نبدأ بحساب الـ R نفس الحساب من الحاضرة السابقة هس نجح على الـ A والـ B والـ C والـ D هنا لكل موضوع اش كل سؤال شكلها بهذا السؤال اللي اخذنا بالمحاضرة السابقة الـ A والـ B والـ C الـ confusion هما ما بيهم متغير يعني ما بيهم U الـ A-I إذا تذكرون اخذنا يساوي R الـ B اخذنا ناقص واحد ناقص اثنين R والـ C يساوي R بما انه ما لهم علاقة بالـ U فما رح يتغيرون مع الوقت فالأفضل كبرمجة انطيهم قيم قبل ما طوب بالحساب مالتاين فانطيناهم قيمهم كلتهم اخذنا دولو الـ D-I من اثنين الى امناقص واحد وعيناهم كلهم الى الـ N-D-U زيان هذا شنو خذ نتذكر الـ Boundary والـ Initial Condition ترى نفس القضايا اللي اخذناها سابقا ما تتغير X plus 2 نفس التركيب Initial لازم اعطيه كل النقاة فهذا هو Initial Condition Do-I من واحد للـ M كل النقاة الـ U يساوي 0 إذا انطيناها الـ Initial بعض الشي احتاجها ساعتنا الـ Time احتاج الـ Boundary بما انه هو الـ Dimension فاحتاج اول نقطة واخر نقطة اول نقطة عفوا اول نقطة هي U شمطيها هنا U1 equal unit اللي هي الجوة اللي هي البلاتر اللي ستتحرك اللي سرحتها 40 هاي اول واحدة آخر واحدة صفر فإذن الـ 40 أول واحدة والآخر واحدة صفر هذا شنو باوندري هذا ثابت ما راح اوصله أثناء الشغل بالـ Time شواقي احسب؟ احسب كل النقاط البقية نبدي السعاد نبدي بالعمل بالعمل اللي هو الـ Time Iteration Start You'll call Buy while Time اخل من Tmax يشتغل من يوصل Tmax صغير فى دي واتو ساكن Time ضد times زايد دلتتي IT يساوي IT لاحسب نفس الـ C هسه شو رح نحسب طبعا عني حاسبة فاتحة فاينالدفرنس واعرف الكونفشن شنية عندي شنو هسه رح بدي اشتغل دو عني الاي والبي والسي كلهم معرفهم لي فوق بقى منو بقى بس الدي الدي من اثنيا الى ام ناقص واحد كل يتا يساوي يو اي هذا اتفقنا عليه من المحاضرة السادقة انه الامفلسيت ياخذ اليو اي عفو ناقص يو اي مو يو اي ناقص يو اي يوقي عندي موليتفكيشن وانو اول نقطة او الاخر نقطة من يه اول نقطة من رقم احد اول 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 رقم اثنيا واخر انственный هو م ا buenas وايرادة م م melanقص واحد ، فإن ا codes اي هذا هو المو canoniques دو يساوي دو ناقص اي توا في وان جلوساتي دو ناقص اي توا في وان دي ام ناقص واحد ناقص شنو عفو اي ام ناقص واحد في منو في يو ام هادالى ب mutفكيشن اجه بالمحاضرة السادقة اللي هو الشمل شنو أول أنون رقم اثنين وآخر أنون اللي هو أم ناقص واحد هسه كول ثوماس راح روح إلى السبروتين اسمه ثوماس شاخذ مياه أفتح قاوش أول أنون رقم اثنين آخر أنون أم ناقص واحد A, B, C, D كنهم كاملة تعرفتهم U, U, شنو ال U, U الأوتبود إذن راح روح إلى سبروتين اسمه ثوماس ليه جوه موجود جوه البرنامج هذا شي سوي يأخذت منه الامبود من الامبود الاخم اثنين أم ناقص واحد A, B, C, D الأوتبود منه ريو يو شنو هذا الأوتبود السرعة الجديدة بالتايم الجديد هل هو مطلوب منك لا الثوماس المطلوب الجوه ما مطلوب منك بس مطلوب منك هنا تفتب كول ثوماس وتحددهم بصورة دقيقة من المطلوب أول أنون اثنين وآخر أنون أم ناقص واحد لسه نبدي بالحال الحال شنو إنه كمل يعني رحت السبروتين ورجعت هذا والأوتبود باليو يو فبس أخذ اليو أخلي باليو فدو I من اثنين إلى أم ناقص واحد وللأنه شنو اليو من اليو الجديد شي أخذ يأخذ اليو اليو يو القيمة بالزمن الجديد أن دو خلاص أخذه السرعة الجديدة F مطلوب منك فبعد رايت ما مطلوب منك رايت ما مطلوب منك راح يطبح كل خمس نقاط لأن عندي واحد وربعين نقطة خون ما تطبع كل خمسة فكل وقت راح يطبع الشغل هذا الفورمات ما مطلوب منك لكن شما تطلب منك الاندو والستوب والاندو هسا عدنا جوة شنو عدنا ثومت الالغرغم هذا ما مطلوب منك هذا عبارة عن شنو شنو الشلون يحل تريد دائما اللي يحل دائما الامنشن وبعدين سبستيوشن يعني يفرح مثلث والمثلث الآخر يحوله بالسبستيوشن هذا الثومت ما مطلوب منك أسا كملنا البرمجة خنشوف الآوتبوت هذا هو الآوتبوت أمانكم اللي هو CFD2 Parabolic Implicit One Dimension شطبعة تالي هنا طبعة ال-IT اللي هو عداد ما التاين وطبعة التاين كل 0.2 راح يطبع شيطبع يطبع السرعة ابتداء من 40 اللي هي أعلى سرعة بالجو اللي هو الوري بليت وكل خمسة يطبع 23 11 4 1.3 4 1 1 0 0 ننتبه أول نقطة 40 وآخر نقطة 0 ذولا ما يتغيرون ذولا باوندري قلنا بالإمبليسيت أو إكسيبليسيت المهم Parabolic الباوندري ما يتغير فهنان إذا شدي يصير عندي باوع القيام شوان تتغير منه السرعة الداخلية شوي شوي قاعد يزيد إلى آن وصلنا وين خنشوف بالأخير إلى 1.6 تقريبا صار التغير كلش قليل فوقفنا الطبعة هنانا هذا الشكل شنو بعد 1.6 سيكند الظهر أكو بعض طبوع بس لا نبين بس أعتقد أردتك صورة واضحة على السرعة شون السعرات 40 ورا خمس نقاط 33.8 وهكذا يتدرج إلى الصفر هاي برمجة يعني لنوع معين هسا لحنحل تمرين أيضا Parabolic One Dimension Implicic لكن شنو Cranknicklson شنو Cranknicklson خليشوف هذا هنا حل يدوي وليس برمجة هذا حل يدوي Partial U إلى Partial T Partial Sql U إلى Partial X سql إلا هذا One Dimension X من صفر إلى واحد خلي ببالك هذا حل يدوي فأنا يجب شفكر أفكر لازم بعدد النقاط ويكون شنو الطالب إلى قابلية يحله بالوقت الموجود من امتحان Inicially تحتاج كل النقاط شنو وإنشيال Ux equal x هذا هو الباوندري يحتاجه مع الوقت شي يقول لي يقول لي Ux فالي زي T شو اتفقنا Ux فالي زي T معنات هذا الباوند بس أنا كانت الباوندري ما فوق أكتب شنو مكان ال-X أخلي باوندري ما خال الباوندري اللي مفوق أخلي مكان ال-X شنو أول نقطة وآخر نقطة DX ربو DT واحد إلى تسعة هل سأش رح أفكر كم نقطة عندي منصفه للواحد ال-step point two five إذن كم نقطة عندي أربع مسافات خمس نقط ها قدامكم الحال وهي الخمس نقط إذن عندي خمس نقط مطلوب أحسب ال-U بيها مع الوقت كم وقت هذا ما يسمح بيه وقت الامتحان إذا سويت لي بس واحد أو اثنين كافي إنت وإنت ماشي بالشكل الصحيح كم نقطة هسي عندي ال-annone جير بالك عندك شنو أول نقطة واخر نقطة معلومة إذن عندي بس التثنقار بش راح يطلع الماتريكس ثلاث معادلات ثلاث أنون إذن ثلاث بالثلاث لازم يطلع الماتريكس خنشوف الحل ال-partial نفس التثير مرة ومرة زائد واحد زائد 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 وين تقسيم اثنين ماذا أرى تقسيم اثنين على كلهم المفهوظ يتقسمون على اثنين لازم نصف لانا نقطة فهذا هنا يعني يبدو يكون مشكلة هنا خلنا استمر بالحال مو عرحى انه لازم شنو هذا نص وهذا نص حتى جمعون يصيرون واحد زين هسا نستمر بالحال ينظر دي تي روح لجل جهة نرتب الحال شنو نرتب الحال كل واحد قس أنزائد واحد يعني النون وين يروح لليسار وكل واحد قس أنوان يجي جهة اليمين فإذا عندي جهة اليمين اليسار النون واليمين النون بعد ترتيب المعادلات اي امامكم النون من هذا اي ناقص واحد يم اي اي وبعدين اي بلاس وان بس هذا لا يوجد نقطة هنا لم يتعين النقطة بعدها لم يتعين النقطة يساوي إلى آخر هذا النون الآن نحرك نقول هذا نقطة سأبد السفر ثابت لدي ثلاث نقاط سميت رقم واحد رقم اثنين ورقم ثلاثة سأخذ رقم واحد وطبق المعادلة على الرقم واحد وبعدين اطبق المعادلة على رقم اثنين وبعدين اطبق المعادلة إلى رقم ثلاثة يصير عندي ثلاث معادلات هاي المعادلات امامكم خنب اوحل اول معادلة اول معادلة شو بيها اول معادلة رقم اثنين فالآي ما ينص منه الصفر فاشوف او الموجود صفر اخر معادلة للمين اخر معادلة رقم الثلاثة الآي زاد واحد منه صفر لانه هم باوندري اذا نشوف الصفر موجود امامك وهكذا اذا صار عندي ماتريكس ثلاثة في ثلاثة شون تحل تحل باي طريقة شو شون انت يعني متعوض تحل لازم تتحلمون انه تحلون ما نجيب اكثر من ثلاثة في ثلاثة بالامتحان يعني يصيد صعب حله احنا دائما الريكمانديد هو الماتري يعني الامورس تستخدم الامورس فهذه النتيجة U1 طلعت 0.641 U2 طلعت 0.725 U3 طلعت 0.271 عالا انا نشارج من عندك ايجب انك هذا الجدول موجود امامك T هذا اول شيء X T0 هذا شنو هذا الانيشال انيشال اول شيء اتفقنا علي X فإذا صفر 0.25.5.75 صفر اذا هذا هو X لنفس المسافة وراها القيم اللي اي قلعته اللي رقم واحد ورقم اثنين ورقم اثنين ورقم ثلاثة اما اول واخر نقطة فهي يستمر للصفر هذا الحل كافي يعني اذا اخذت لي step واحدة من ال time وحلته قلعت القيم هذا كلش كافي يعتبر لي حل الامتحان هذا المحاضرة اليوم اللي هو تخصد موضوع البرابوليك اخذنا برنامج واخذنا حل يدوي وشكرا جزيلا لاستماعكم وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة